طيب ملف متعلق بقواتنا المسلحة الحيئة وحنا بنتكلم على الاقتصاد ما نقدرش ننكر دورها ودور الهيئة الهندسية لما بنقول يات تبني ويات تحمل السلاح انك بتشتغل تحمي حدودك ومقدراتك وامنك القومي وفي نفسه تشتغل في الداخل المصري بمشروعات بشغل على الارض فكلنا نكون فعليا ايد واحدة عشان نبني بلدنا ونحقق لها مستقبل افضل نهاردة سات الفريق اول محمد زاكي وزير الدفاع شهد فعاليات المنتدى الدولي الاول للقوات الجوية اللي نظمته تحت عنوان التحديات الناشئة ده كان بحضور عدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة وقادة القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة تغيير وفود رسمية رفعة المستوى من الخبراء العسكري خلونا نتابع تفاصيل اكتر عن اهمية المنتدى وفعالياته في التأرير اللي جاي ونرجع لحضراته في طار حرص القوات المسلحة على تنظيم الفعاليات الدولية في مختلف المجالات العسكرية شهد الفريق اول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي فعاليات المنتدى الدولي الاول للقوات الجوية الذي نظمته القوات الجوية تحت عنوان التحديات الناشئة وذلك بحضور كبار قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات الجوية للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفعة المستوى من الخبراء العسكريين في مجال الطيران وممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة تكنولوجيا الفضاء والطيران والملاحة الجوية وعدد من وسائل الاعلام المحلية والاجنبية المشاركة في التغطية الاعلامية لفعاليات المنتدى بدأت فعاليات المنتدى بكلمة الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية اعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة في المنتدى مؤكدا على اهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التي تساهم في مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا وعلوم الطيران لمجابهة التهديدات المحتملة وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت عرضا تقديميا للقوات الجوية المصرية تناولت دور الذي قامت به في مجابهة الارهاب والتهديدات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في اطار اعمال القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية والامن القومي كذلك رؤية القوات الجوية للدول المشاركة حول اهم التحديات والتهديدات التي تواجهها على المستويين الاقليمي والدولي واسلوب مجابهتها كما القت عدد من الشركات المشاركة بالمنتدى الضوء على اهم واحدث تطورات التكنولوجية في مجال الفضاء وعلوم الطيران والقى الفريق اول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة للمشاركين في فعاليات المنتدى مؤكدا على حرص القوات المسلحة في المشاركة لتقديم رؤى مستقبلية تعتمد على اسس علمية لمواجهة التحديات المختلفة مشيدا بكافة الموضوعات التي تم طرحها بالمنتدى واهميتها في دعم الجهود المبذولة للحفاظ على الامن والاستقرار والتأكيد على الجاهزية والاستعداد القتالي طبقا لما تتطلبه المرحلة